أصبح بنا الواضح متابعينا الكرام على أن محمد ود الغزواني الرئيس الموريطاني سوف يصبح رئيس لولاية ثانية بعد تصدره لنتائج الانتخابات في موريطانيا متقدم بفارق كبير على منافسيه الموضوع الذي سنضرع له في الفيديو متابعينا الكرام وهو ما سيكون التأثير للعهدة الثانية من محمد ود الغزواني على العلاقات المغربية الموريطانية وهذا نقرأ لكم متابعينا الكرام حسب النظري بطبيعة الحال يعني العلاقات المغربية الموريطانية في العهد ديال محمد ود الغزواني كيفاش كانت واش تحسنت واش متحسنتش وطبيعة الحال واش العهدة الثانية مزيانة للمغرب في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية أم أن المسألة غالية تبقى كما هي فلنعترف على أنه نوعا ما في العهد ديال محمد ود الغزواني العلاقات المغربية الموريطانية نوعا ما تحسنت تحسنت عما كانت من قبل خاصة في العادة الرئيس السابق الذي كان من المعروف أنه داعم بشكل مفرط لمرتزقات البوليزاريو لنضام حضيرات الجزائر محمد الغزواني حاول أنه يكون على حياد لكن الحياد الذي هو فيه حياد بالنسبة إلينا لا يخصوش يكون أصلا لماذا؟ لأن مرتزقات البوليزاريو يدخلوا لشمال موريطانيا ويخترقوا الحدود الموريطانية ويحاولوا على أنهم من خلال الأراضي الموريطانية ينفذوا عمليات إرهابية ويحاولوا على أنهم يدخلوا للمناطق العازلة بشدروا هذه العملية الإرهابية ضد المغرب فهنا لا يخصوش يكون الحياد ولا معنى للحياد في هذه المسألة أنك تخلي الأراضي ديالك سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تخلي الأراضي ديالك كقاعدة لكي تشل منها عمليات إرهابية ضد المغرب وهذه المسألة تحدثنا عنها أكثر من المرة الشمال ديال موريطانيا ليس مضبوطا عن المستوى الحدود ولا تواجد للقوى الأمنية والعسكرية الموريطانية بالشكل الكافي لكي تضبط الحدود وهذه المسألة ما زلنا كنشوفها حتى في العهد ديال محمد وولد الغزواني فهل العهد الثانية غد تخلي على أنه يحس العلاقات مع المغرب بشكل أكبر مما كانت في العهد الأوذى هل محمد وولد الغزواني ستراجع على الاعتراف بمرتزاقات البوليزاريو حتى هذه الساعة ما زل ما تتعرفين بمرتزاقات البوليزاريو ما زل في بعض الأحيان تكون هناك تهنئة رسمية من طرف الرئيس الموريطاني وهو في تندوف وبالتالي بالنسبة إلي لا نحكوش على رأسنا بشكل نيشان بشكل فاص موريطانيا إذا أردت علاقات جيدة مع المغرب أول حاجة ستقوم بها يتسحب الاعتراف بمرتزاقات البوليزاريو هذا أولا ثانيا تضبط الحدود ديالة تضبط الحدود ديالة تحامل مرة كان على الطائرات المسيئة المغربية أنها تقصف داخل أراضي الموريطانية لماذا؟ لأن المرتزاقات البوليزاريو يحاولون يدخلوا للمنطقة العازلة انطلاقا من موريطانيا من شمال موريطانيا يأتي من تندوف ويدخلوا لشمال موريطانيا وبطبع تلحل نظام حدرات الجزائر مصاوب لهم طرقات خاصة في الحدود الجزائرية الموريطانية لكي يحاولون يدخلوا للشمال ويقربوا سواء مثلا يقربوا لمدينة الصمارة أو للحزم الأمن لكي يقوموا بعملات إرهابية فما تقول ليش أنك الأراضي ديالك هي منطلق لعمليات إرهابية من طرف ميليشيات مرتزاقات البوليزاريو ثم تقول لينا على حياد هذا ليس في حياد لكن كما قلت لكم نوعا ما نوعا ما العلاقات تحسنتها للمستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي العكس مثلا اللي كان في ذلك العهد الرئيس السابق اللي كان معروف أنه داعم بشكل مئة في المئة لمرتزاقات البوليزاريو ونظام حدرات الجزائر عرفنا حتى بعد دخوله إلى السجن حاليا وهو مسجون حانيا في موريطانيا ويعني معروف كذلك أنه خرجت عليه معلومات وخرجت عليه قضايا ديالفساد اللي كانت معروف أنه كتعامل فيها مع مرتزاقات البوليزاريو نسجل كذلك منتبعنا كلام على أنه في العهد محمد الغزواني كان هناك هجوم متناسق من طرف مرتزاقات البوليزاريو ومن طرف الأبواق الإلام يدين نضام حدرات الجزائر والذباب الإلكتروني ضد محمد الغزواني كانوا يهاجمون لماذا؟ لعدة أسباب السبب الأول وهو أنه كان هناك تنسيق مغربي إماراتي موريطاني وهذا التنسيق المغربي الإماراتي الموريطاني لا يريد أن تصل لنظام حدرات الجزائر خصوصا أنهم يعني في العهد الرئيس الموريطاني السابق كانوا يضعوا طفل صحيحة لكي أن هذا الرئيس الموريطاني يبقى معهم يبقى في توجه للنظام الحادرة ومرتزاقة البوريزارو الآن جاء محمد الغزواني ويحاول على أنه يدر توجه له آخر فكانت هناك زيارة متكررة إلى الإمارات حسب ما أعلم أنه كانت هناك لقاءات ما بين جلال الملك والرئيس الموريطاني والرئيس الإماراتي يعني هذه المسألة لم تترطاش لنظام حدرات الجزائر فبدأ يدر حمالات ضد الرئيس الموريطاني مع العلم أن محمد الغزواني زار حدرات الجزائر أكثر من المرة لكن كذلك لا ننسى الحادثة الحارس الشخصي لكما قيل وكما رجاء ندا كانت محاولة لاغتيال الرئيس الموريطاني داخل حدرات الجزائر عن طريق استهداف الموكب طبعا الحال الجهة الرسمية التي نفذت هذه المسألة ما زال ما معروفة وش نضام حدرات الجزائر ولا مرتزقة البوليزاري ولا شوحدين آخرين لكن كانت هناك محاولة لتصفية الرئيس الموريطاني داخل حدرات الجزائر فهذه المسألة هي الأخرى منتبعنا الكرام نزيدها على ما قيل فالخلاصة دي الموضوع أنا لا أثق في الموريطانيين أباش نجيكم صريح أنا لا أثق في الموريطانيين رغم هذا شيء كامل يتكلمني عني أنا لا أثق في الموريطانيين ولا أثق في الرئيس الموريطاني محمد الغزواني إلا إذا شاهدت خطوات فعلية تؤكد على أن موريطانيا بغية فعلا أنها تكون على علاقة حصن الجوار مع المغرب لأنه لا يمكن أن تقول على حيات وأنه لا يمكن أن تقول أنك تريد علاقات حصن الجوار مع المغرب وأن الشمال هو مرتع لمنشاة مرتزقة لبوليزاريو لكي يحاولوا على أن يدخلوا للمنطقة العزلة ويقوموا بعملة يسئر حميلة هذا لا يمكن لا معنى لحصن الجوار هنا خصوصاً وأنه لا يمكن تعليمات من الرئيس أو من وزير الدفاع أو من الجيش لأنهم يضبط الحدود للشمال الموريطاني لا يمكن رغم أن المسائل كلها التي رأينا أنهم رأوا بعض الأسلحة من الصين وتمويل الإمارات وما إلى ذلك لكن لا يمكن أن نرى هذه القضية حينما أرى على أن الجيش الموريطاني ضابط الحدود وما يمكن منتزقة البوليزاريو على أن يتسلوا للشمال الموريطانيا حينما أرى على أن موريطانيا سحبت الاعتراب بمرتزقات البوليزاريو آنذاك يمكن أن أقول أنني يمكن ثقة الموريطانيا أما حانياً لا ثقة في الموريطانيا خصوصاً وأنه حتى في حرب الصحراء المغربية رشحة من هجمات التي تحاول نظام حضرات الجزائر ومرتزقات البوليزاريو والمرتزقات الشيوعيين كانت تأتي من تندوف ما يسمى بين قوسين بالمناقبين الموريطانيين هم التي تلقوا مع ميليشيات البوليزاريو لكي يوريهم الطرق في شمال الموريطانيا لكي يحاول يدروا عملية إرهابية ضد الموريطانيا وشهدي في نظركم حسن الجوار هذا ليس حسن الجوار فبالتالي أنا حالياً لا أثق في الموريطانيين سواء بقود الغزواني أو اللي يمشي أو اللي يجم ما سوقيش أنا حينما أرى على أن موريطانيا صحبت الاعتراب ومنتصاقة البوليزاريو وضبطت الحدود الشمالية لا أنا ذاك أتكلم لي على حسن الجوار وعلى الأخوة وعلى الأشقاء وما يدلك من هذه الأمور حالياً طالما ما شفت هذا ما عندي ما نقول على هذه الانتخابات من غير هذا الشيء اللي قلتوا حالياً متابعناً كرام يمكن لكم تخليوا لأراء ديلكم وتتعليقات ديلكم حول هذا الموضوع ثم أرأكم في فيديو تالي